واذا العناية لاحظتك عيونها ننفر مخاوف كلهن امانه بيقسموا بالله في حياة ابراهيم ابن ادهم ان نضل عن القافل وراه الحج فقال طيب انام كده لغاية الايه نور يشخشق كده ونصلي الفجر واشوف القافل على اي اتجاه صحي الفجر صلى تطلع له حية حية من الرمل في فمها وردة صباح الفل ايه ده ايه العز ده والله فيه ناس مع الله في عز ليه ولله العزة ولرسوله يا رجل يا مؤمن في تاريخ الصديق انه كان مرة عزيال حق صلاة المغرب خلف الحبيب صلى الله عليه وسلم فسمع تسبيح الحصة في يدي فيمسك الحصة استغفر الله قال يا رب اسرف عن سمعي تسبيح الحصة حتى اتوضأ والحق بالصلاة خلف رسول الله يعني عايز يخفف الايه الومضات الايمانية الموجودة في حياته سبحان الله العظيم يعني الله ارضى عن هذا الشاب راجع كده من الطريق وبه يجد عمر في الطريق الولد معه ايه زجاجة خمر وبعدين فواجي مين عمر قال له ما هذا الذي معك يا خمر قال هذا خل يا امير المؤمنين عمر مش اي حاكم لازم يعمل ايه يتأكد قال له افتحها فتحها شمها عمر فهو بيفتحها الولد بيدعو الشاب بيدعو الله اللهم اصرني وقتبت الي ولا تفضحني امام عمر يفتح الى جاخل ان لله عبادا اذا ارادوا اراد لله عباد هؤلاء العباد موصولين بالله عزتهم مع الله فضل ما في قلوبهم عند رب العباد فام الكريم من يقول